بهذا الدرس سنكمل مع أدوات الـ Ladybug الأساسية سنرى أدوات الإظهار، إظهار بيانات الطقس التي نتعامل معها فاليوم بعد المرة الماضية أخذنا بيانات الطقس من الموقع الإنترنت وأدخلناها كملف EPW وهذا EPW عرفناه بالـ Ladybug والـ Ladybug أعطانا مخرجات متعددة مثل الحرارة، متوسط درجات الحرارة خلال السنة الرطوبة، سرعة الرياح وهكذا هذا كله حاليا عبارة عن مثل ما شفنا بيانات رقمية أو بيانات كتابية لا نستطيع أن نتعامل معها فبدرس اليوم سنرى كيف نفعل إظهار هذه البيانات سنأتي للمجموعة رقم 2 رقم 2 Visualize Data من هذه البيانات يوجد عنا أول كومبوننت التي هي Hourly Plot فهذه سنستخدمها حاليا بس مجرد دخلناها قال لي ممكن الـ Data التي كانت استخدمناها المرة الماضية ممكن نحدثها فالـ Hourly Plot طبعا نحن بالـ Ladybug نعرف أنه كل واحدة من هدول الـ Input المدخلات اللي عم ينتظرها مني إذا كان الـ Input في عليه شخط قبله على اليسار فهذا المدخل معناها إجباري فأنا إذا ما عطيته من هذا المدخل فالـ Component هاي أو الأداة بشكل كامل ما رح تشتغل فمتل ما شايفين حاليا عم ينتظر مني داتا بشكل إجباري في عندي مدخلات بيكون قبله شخط وبعده شخط فهي بتكون إجباري أنا لازم أعطيه نقطة ولكن في عنده حاليا في عنده مدخل افتراضي بالنسبة له يعني مفترض من عنده من حاله نقطة حاليا نهاي base point يعني نقطة المركز الـ X dim نفس الشي و الـ Y و Z هذول كلهم بيفترض قيام من عندهم بإمكان نغير عليها إذا كان مثل ما شايفين مثلا واحدة من هذول الأربع خيارات أو المدخلات الموجودة تحت إذا كان الشخط فقط على طرف اليمين فمعناها هذا المدخل أنا مو مجبر دخله إذا كان بدي أحدد الداتا أو بدي أدخل تفاصيل أكبر لأنا اللي يستبعي فبصير بدخل مدخلات لهذه المدخلات ولكن حاليا الشيء الإجباري الوحيد اللي لازم أنا أدخله يا اللي هو الـ data طيب هاي الأداة شو بتعمل أول اللي plot هي عبارة عن graph عبارة عن رسم بياني للمدخلات فحاليا خلينا نتعامل مع temperature اللي هي درجات الحرارة خلال السنة مثل ما شفنا المرة الماضية الأخراجات اللي بيعطيني إياها هو لكل ساعة في السنة فخليني درجات الحرارة إدخلها ك data فبشوف فورا أنه بـ rhino بشكل rhino عندي حتى ممكن نزلها وممكن هدول الملف هذا اللي رح أشاركه معكم ممكن كل العناصر الموجودة خفية حتى شوف الـ graph الرسم البياني اللي هو إنشأ ليه شو بفهم من هذا الرسم البياني شوف أنه خلاص المجرد أنا أدخلت له هاي الـ data فأعطاني اظهاره بهذا الرسم عم شوف من اليمين أنه الواحد اللي عم يتعامل معه هي سيليزيس اللي هي درجة حرارة فعم يقول لي أنه بهذا المكان اللي أنا اخترته واللي هو كان تذكروا صبيحة جوكشان مطار بإسطنبول بهذا المكان درجات الحرارة بتتراوح بين نائز 6 و 35 هاي على مدار السنة فحاليا يوم بيوم وكل يوم بيوم وكل ساعة بساعة البيانات عم يظهر ليها بهي تدرج الألوان هذا فبشوف مثلا إذا جيت عند الشهر الأول اللي هو جانواري من هون لهون كل خط عمودي من هاي الخطوط هو عبارة عن يوم اليوم بيبدأ من الساعة الـ 12 ايام اللي هو الساعة صفر خلينا نسميها بعدين واحدة بالليل كذا هيك للـ 12 الظهر نشوف أنه بعد مثلا بساعات الظهر وحدة الظهر كذا بيدفع شوي الجو وبعدين للساعة 12 بالليل بعد المغرب كذا العشاء فبالساعة 12 بالليل بيرجع بيبرد هذا هو درجات الحرارة عم يورجينية طبعا حاليا هذا اللون السماوي والأصفر يعني بالـ range بين هاي الأرقام فممكن بشوف أنه بشهر جانواري بيوم عادي تكون درجة الحرارة بين مثلا خمسة سبعة إلى 13 مثلا فهذا الشيء اللي اخدته افهمته من هذا الـ graph طبعا نشوف أنه خلال أشهر الصيف تكتر درجات الحرارة حاليا هذا الـ graph عبارة عن بس إظهار لدرجات الحرارة المنطقة اللي عم يتعامل معها شو هي درجات الحرارة فيها شو ايمت بيصير برد ايمت بيصير شوب وهكذا طيب خلالي نرجع على الـ graph chopper لنتعامل نشوف شو هاي المدخلات اللي عم يطلب مني كيف بدأنا بتعامل معها بشكل تاني حاليا ممكن أن أدخله كـ base point حاليا مثل ما قلنا هو مختار قيمة افتراضية فهنا يكتب لي الـ default 00 قيمة النقطة الأساسي اللي عم يحط عليها هاي الـ graph هي النقطة 00 اللي هو مركز الاحداثيات اللي موجود هون أنا بقدر بعين له نقطة ثانية فمثلا ممكن اختار نقطة بالـ rhino حط على السطح الرينو على المستوي x y وحاول اربطه مع الـ graph super فبضغط point بختار هاي الكونتينر أو هاي حاوية الpoint واله set one point وبختار هاي النقطة فهلا حاليا أنا هاي النقطة هي صارت نقطة عبارة عن موجودة يعني كجيومتري بالراينو ونفس الوقت مرتبطة بالغراسوبر فلما بوصلها مع هذا الجراف هي عبارة بس بتكون مركز الجراف أو نقطة بداية هذا الجراف هاي نقطة اللي عندي فأنا إذا بدي أغير مكان الجراف مثلا حسب إذا همشتغل مثلا على بوستر معين أو شكل معين فممكن أخذ غير مكان هذا الجراف بأي نقطة أنا بحدد له إيها بصير بحط الجراف عنده هذا الرسم البياني عنده طيب بالنسبة للديميشنز بقدر كمان بتحكم حاليا القيم الافتراضية عم يورجيني إياها ممكن حتى إذا جيت ضغطين على البرسبكتف وضغطين على التوب ديو هاي عرضت الجراف كتوب ديو بيكون أفضل لكي لا يصير يعطي البرسبكتف ويدور بالنسبة للديميشن كمان أعطي هو قيمة بعد معين اللي هو واحد متر لهاي الخلايا الموجودة أنا بحسن مثلا بقول خمسة مثلا وبربطها فشوف أنه كل الخلية على الـ X صار بعدها يعني من هون لهون عرض كل الخلية هو خمس أمتر ممكن أصغره ممكن أكبره حسب أنا احتياجي لي شكل هذا الجراف بالنسخ مع الشد بضغط Alt وبشوف أنه إذا كمان وصلته على الـ Y كمان بقدر بتحكم ببعد هذا الجراف على الـ Y طبعا نفس الشي كمان إذا ردت مثلا أعطيها بعد على الـ Z بهذا الشكل رح أضطر أرجع الـ 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 خليني أعطيها قيمة بالـ Z بشوف أنه أعطى سماكة صغيرة أو بعد هيك ارتفاع شوي على Z فخليني أممكن ندخل رقم أكبر شوي اللي أول خمسين بشوف أنه لما بطلع من منظر جانبي بشوف أنه الارتفاعات أعطاني إياها حسب طبعا كمان درجة الحرارة فهو نوعا ما يرسم لي مثل الغراف أنا ممكن نستخدمه بهذا الشكل لأشوف شو هي درجات الحرارة على ما دستني ممكن حتى روح لي مثلا بضغطة الكبسة النصينية وبعدين زوم فبيجب لي الزوم على هذا الشيء الموجود عندي وبشوف هذا درجات الحرارة تغير درجات الحرارة على مدار السنة بهذا الشكل طبعا لحد الآن هو عبارة عن الشيء اللي نتعامل معه عبارة عن رسم بياني تماما يعني ما في موقع أكتر من هيك و بس رسم بياني لدرجات الحرارة بالسنة طبعا بيلزم لحتى نعطي مثلا نحن عم نشرح على مشروع عم نعطي معلومات عن مكان يعني موقع المشروع ممكن حتى أو نقارن مثلا بين مكانين مختلفين يعني بتلزم بعدة أماكن هاي هذا النوع من الجراف هذا النوع من الرسوم البيانية فحاليا هيك بمكاننا نتابع للأداة اللي بعدها عن ممكن نرجع مثل الأدوات الثانية ممكن نجي عند المجموعة رقم اثنين ومنشوف كمان في عندي معلومات هي كمان عنصر مشتخدم دائما في شغلنا انه تشوف شو شكل أو حركة الشمس فوق المشروع حتى نشوف الشكل الأيقونة شوف كيف حركة دوران الشمس فوق المشروع طبعا فحاليا الشيء المدخل الوحيد الإجباري اللي عم يطلب مني هو الموقع بقدر بيأخذ من من الملف الأساسي اللي أخذنا ال epw file شوف ال location تبعه وصل مع location وهيك فورا بيظهر لي حركة الشمس في هذا الموقع ممكن نروح على perspective حتى ممكن حتى الزوم يوضح أكتر بيختار هاي العنصر بيضغط الدولاب بيجي عند الزوم يزوم لي على المخرج هاي الأدات طيب حاليا شو هي حركة الشمس طبعا بيمكن نظهر حركة الشمس بشكل أفضل ممكن نستخدم هو اللي هو hour of year هو عبارة عن مدة زمنية ممكن ندخلها كمدة زمنية نتعامل مع أي واحدة من العناصر اللي نستخدمها كمدة تحليل فنأتي عند المجموعة رقم واحد analysis parameters وبشوف analysis period فهي المدة الزمنية اللي بدي اتعامل مع لما بدخلها شوف عم يطلب بني عدة معلومات اللي هي start month start day start hour بعدين end month end day end hour ف يعني التوقيت البداية مثل ما شايف هو كperiod كمدة زمنية عم يطلب بني نقطة بداية ونقطة نهاية فعلى سبيل المثال أنا خلي شوف start month شهر السابع مثلا end month خلي يكون نفسه فضغطين سبعة enter هيك أنا حاليا هلأ اذا وصلت مخرج هذا الفترة الزمنية وصلته مع هاي الادات فرح يعمل التحليل على الشهر السابع فقط ليش لانه start day في عنده قيمة افتراضية بياخد اللي هي واحد فبياخد من اول يوم من الشهر السابع الى اليوم رقم 31 يعني اخر يوم بالشهر السابع خلي نشوف دخول هاي الهويز اللي هي hour of year وصلها هون فمثل ما اللي شايف حطلي نقاط لحركة الشمس كل نقطة هي مستوى الشمس في واحد من هاي الايام ايام هذا الشهر ومن ساعة لساعة كيف بتتحرك فمثلا ساعات الصباح الايست بتوليش ساعة الصبح مثلا ممكن الساعة ستة سبعة صباحا بعدين الساعة اللي بعدها الساعة اللي بعدها وهكذا هيك لتصير ساعة الظهر اتناش الظهر واحدة الظهر مثلا وبترجع بعدين ل ساعات الليل عند الغرب فهي حركة الشمس طبعا حتى اذا ممكن احزف الشهر التابع فبشوف انه حركات يعني وقت اللي بحط له هاي الهويز اللي هي ساعات السنة وبيحط له هاي السنة كاملة فبورجيني انه كل شكل او حركات الشمس خلال هاي السنة كاملة رح اعمل ممكن انا اقول انه بين الشهر السابع مثلا للشهر التامن او التاسع او العاشر مثلا شوف كل شهر كيف مثلا نفترض بس بدي الشهر العاشر فشوف انه الشمس بالشهر العاشر تعتبر اوطى مستواها اوطى من الشمس بالشهر السادس مثلا او السابع فشوف انه السابع والسادس هي شمس قوية او مباشرة اكتر ما يمكن. على الموقع. طبعا هاي حاليا لأي مكان لأي موقع عم نشتغل عليه. اللي متل ما نعمل تذكيره في اسطنبول. واحد من المطارات الموجودة في اسطنبول. هيك لحد هون منشوف انه هاي كمان وحدة من ادوات اه اه اظهار اه حركة اظهار البيانات. فهون عم يظهر لي حركة الشمس. المخرجات اللي موجودة عندي هون شو هي? هي عبارة عن فيكتورس. فعم يعطيني مثل فيكتور شعاع لحركة الشمس. اللي هو النقطة بين الشمس الى الموقع. فهاي الفيكتورس. اه السن بوينتس مثلا هاي شغلة كمان ممكن نستخدم. اللي هي نقاط الشمس هدول نقاط الخضر. ممكن حتى استدعي سفير. ومن هاي السن بوينتس. فهيك بشوف انه تم انشاء كرة. والهي نوع ما تمثل شمس عند كل نقطة من هاي النقاط. فهيك انا اذا بدي اظهرها مسلا روحا للتوب بيو. ممكن لحتى ما يظهروا هدول النقاط. ممكن اعطي حجم اكبر لهي الكرات. ممكن خمسة. يعني الافتراضي هو واحد. وثلاثة مثلا. فهيك اه هاي الكرات عم تمثلي شكل او مكان موقع الشمس. ممكن انا كمان اخد يعني هذا الجراف استخدمه حتى ورجي كيف حركة الشمس عم تكون. اه فوق الموقع تبعي فوق المشروع اه اللي عندي. طيب خلي ممكن نعمل دي سايبل دي هاي الكرات. اه نشوف المتطلبات الاخرى مثلا الموجود عندي هون. الشي اللي اللي بيفيدني بهاي الادات. ممكن نشوف حدد انا النورث. اللي شو هو الشمال بتاع المشروع تبعي. اه وقت بكون تعرف الشمال بالمشروع اه منضطر اه ندوره. فلذلك هون درجة درجة دوران الشمال عند المشروع. فعلى سبيل المثال ممكن نحط مية وخمسين. فبشوف انه الشمال اه دوره بمية وخمسين او ممكن اقول مثلا ثلاثين فدورها هيك اه على اتجاه الغرب ثلاثين درجة. طبعا بنحسن بنشوف لثلاثمية اه وستين اللي هي دورة كاملة. يعني باغلب الاوقات بتكون يعني هون فيه قيمة افتراضية هي الصفر. اغلب الاوقات بتكون اه اه بثابتة صفر. في عنده كمان مدخل ممكن نتعامل معه. اللي هو السنتر بوينت. بنفس الوقت متل ما شفنا بي. متل ما شفنا بالكومبوننت اللي قبله. ممكننا نربط نقطة. بوينت. طبعا اذا كانت نقطة موجودة بالراينو. ومختارين بالراينو. فالمجرد نضغط set one point. فاختاره وربطه بين الراينو والغراس وبر. وهيك منحسن انه مركز اه هذا الجراف او هذا الرسم البياني عندي. اه هاي النقطة. وشوف بحرك. الرسم حسب ما المكان اللي بريده. طبعا في كمان اه بقدر بتعامل بالسكيل. فحالي القيمة الافتراضية واحد. اذا بدي مثلا بقدر بكبرها. شوف خمس اضعافة اه اربع اضعاف او هكذا. يعني حسب المكان المشروع او الشيء اللي اه عم تعمل معه كمان. اه بقدر بغيره منهم. رح احزف اه الاسكيل. اترك النقطة لانه ممكن نتركها في هيك المكان اللي موجودة فيه. وراح احزف هاي الادات اللي استخدمناها. هيك بقيا عندي اه كمان عنصر اساسي من عناصر بتاع الداتا الموجودة عندي اللي هي ويند روز. تعطيني اه سرعة اه واتجاه الرياح. فالويند روز. الويند روز هو ايضا عبارة عن رسم بياني ومش اه يعني تحليل او محاكاة لحركة الرياح وكذا ولكن بس رسم بياني بورجيني وين اه الرياح السائدة مثلا اتجاهها كيف عم يجي. فنشوف شو هي الاداتا المتطلبة عندي. الاداتا بالشرح هون لازم نعطي سرعة الرياح و ويند دايريكشن. فهذه الاثنين الاداتا اللي عم يطلبون مني. طبعا بنرجع بناخدهم من هاي الكمبوننت الاولية الاساسية اللي استخدمناها. اللي هي عم شوف هون ويند سبيد و ويند دايريكشن. فالسبيد بوصلها للداتا. الديريكشن وصلها الويند دايريكشن. وهيك بشوف انه برسم لي اه الويند روز. اه رح شوف اه. اذا غيرنا شكل الازهار ممكن تروح هاي الشبكة اللي كانت موجودة بالخلفية. اه تمام فهيك هلأ هاي الموجودة عندي صار عم متورجيني هذا الشكل. شو معناها كمان هاي وشو هي الشوفاتها? عم اخد مننا اه هاي البيانات بيانات الطقس. فيها الرياح السائدة عم تكون اه شمالية شرقية. فمتل ما اللي شايف اغلب الرياح اللي عم تجي عم تكون اه من هاي زاوية الشمالي شرقي. وعم تكون بسرعات نوعا ما خفيفة اغلب الوقت اه خفيفة. يعني لسبعة متر بالثانية تقريبا هيكلات. يعني ما عم تتجاوز العشرة متر بالثانية. ولكن في اوقات ممكن مثل هون يعني هاي هو حسب الارصاد المأخودة. في اوقات كتير قليلة عم تطير سرعة الرياح لي اه خمسة عش متر بالثاني. ولكن اغلب الوقت نوعا ما اغلب الرياح اه مقبولة او محمولة فينا. هيك هلا هي الادوات الاضهار الاساسية الموجودة عندي. متل ما شفنا خب واحد الدياجرام اللي هو الرسم البياني ثنائي الابعاد لي او ثلاثي ابعاد فينا نقدر نعمله ثلاثي ابعاد لدرجات الحرارة نقدر منشوفهم هيك. في عندي كان اللي هو حركة الشمس. وفي عندي كمان الويند روز. الويند روز اللي هي اه الشكل الرياح. وبيورجيني كمان حركة الرياح السائدة اه في هي المنطقة.